اشتركوا في القناة جلالة الملك المفدى على نتائج الزيارة الأخوية التي قام بها مؤخرا إلى دولة الكويت الشقيقة ومباحثاتهم مع صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ نواف لحمد الجابر الصباح ولي العهد وكبار المسؤولين في الحكومة الكويتية كما استعرض صاحب الجلالة مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد عددا من المواضيع ذات الشأن المحلي منويها بجهود سموهما في دعم مسيرة العمل الوطني والارتقاء بها للأسمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية وأعرب جلالته عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وبركة على أبناء المملكة على أبناء مملكة البحرين الكرام والمقيمين على أرضها الطيبة وعلى كافة أرجاء المنطقة والعالم